نقدر نقول دلوقتي ان المؤمن او الكافر يسمع ويشعر في قبره نعم طيب ما دليلك على هذا الدليل على هذا ما جاء في الحديث نعم انه بعد ان تمت الغزوة غزوة بدر واخذ المشركون ووضعوا في القليب ايه معنى القليب القليب معناه البئر المفتوحة او الحفرة المفتوحة المهجورة نعم فوضعوا فيها فوقف صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان يا عتبة يا وليد يا فلان عتات الكفار يناديهم نعم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فانا وجدنا ما وعد ربنا حقا وجدنا النصر الله وعدني بالنصر الله وعدني بالظفر الله وعدني بكل خير وجدته وأنتم هل وجدتم وهذا السؤال معلوم ليس سؤال استفهام نعم ولذلك عمر بحسب تصوره السابق عن الحياة التي هي بعد الموت فهم منها أن هؤلاء لا يسمعون شيئا ولا أدركون ولذلك قال له أتناديهم وقد جيفوا فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمع منهم يعني أنتم تسمعون وهم يسمعون مثلكم ولستم بأعظم سمعا منهم والله ما أنتم بأسمع منهم ولو شاء أو لو أراد الله لأسمعكم أو لأراكم أو كما قال فهذا دليل على أن الحياة البرزخية يحس فيها الإنسان ويدرك ويعلم ويشعر هذا عموما توقفت عند حديث لما كان معنى الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما توقف عند أحد القبور وقال يعني لو تسمعون ما أسمع لا بكيتم كثيرا على الرجل الذي يبكي ويئن في قبره لأنه لم تبرأ من بولته فأخذ جذعا أو أخذ عودا وغرسه عليها لعله أن يخفف عنه ما دام رطبة يعني إذن يمكن أن يسمع يعني هذا دليل للسمع نعم وخصوصية طبعا هذه خصوصية ليس كل واحد من الناس ينفتح سمعه لأجل أن يسمع ما يجري في داخل القبور ولا كل واحد من الناس ينفتح بصره ليرى ما يجري في داخل القبور هذه المسائل الخصوصية ترجع إلى الكرامات نعم وإلى خوارق العادات يعني ما لكن قد يكشف الله الحجاب نعم قد يكشف الله الحجاب نعم لك أو لي أو لغيرنا في وحالة من الأحوال فنرى فيها بأعيننا ونسمع فيها بأذاننا ما يجري في داخل البرزخ ما هي خصوصيات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية إذن نبينا صلى الله عليه وسلم أولا كغيره من البشر هو في برزخه يسمع ويحس ويشعر هذا كغيره بعد ذلك تأتي له خصوصيات أعلى بحسب مقامه ورطبته وبحسب درجته فهو صلى الله عليه وسلم من أول ذلك أنه تعرض عليه الأعمال نعم وهذا ثابت بالحديث فقد جاء في الحديث حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم عليه فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم فهو صلى الله عليه وسلم درجته أو رطبته أو مزيته في برزخه أنه تعرض عليه الأعمال أعمال الأمة من خير وشر وطيب وخبيث فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد شرا استغفر الله معناه أنه متصل بالأمة صلوات الله وسلامه عليه أفضل صلى الله عليه وسلم فهذه واحدة ثم يأتي بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في برزخه في مقامه الذي هو فيه يسمع السلام فإن الله قد وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من يسلم عليه فإذا سلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يأتي الملك يأتي الملك فيقول له إن فلان إن فلان ابن فلان يسلم عليك فلان ابن فلان يسلي عليك وقد جاء في الحديث أن صلاتكم تبلغني فإذا سلم وهو عند قبره سمعه وإذا سلم وهو بعيد جاء الملك فبلغه سلام من يسلم عليه من أمته هذا الإحساس بهذا الشعور بهذا الإدراك أدركه أئمتنا وعلماؤنا من الكبار العظماء الأجلاء وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز فإنه رضي الله تعالى عنه كان يرسل البريد لما أنا أرسل البريد من مكة إلى مصر وأقول سلامي للأخ مجدي سلامي للأخ فلان هذا بريد أرسله عمر يرسل البريد من بلاده من الشام إلى المدينة ليسلموا على رسول الله يرسل البريد للسلام على رسول الله وقد ذكر الشيخ بن تيمية رضي الله رحمه الله تعالى في كتابه في كثير من كتبه منها كتابه قاعدة جليلة أو غيره أن لما وقعت وقعت الحرة قاتل نار هي وقعت الحرة التي قتل فيها من قتل وأذي فيها من أذي كان سعيد ابن المسيب ما في أذان في المسجد لكن كان يعرف وقت الصلاة بهمهمة أو صوت يسمعه من القبر الشريف هذه ذكرها الشيخ على كل حال هذه كلها مواقف ومشاهد قد لا تحصل لكل واحد وإنما تحصل لمن أراد الله تعالى به بقى لأنه كده يخش على الأولياء اللي بعد الصحابة والتابعين التابعين ولا رأيكم الأنبياء نشوفهم الحياة البرزخية كانت الخصوصيات وكل ما مر هو موسى عدو النبي اليهود بل هو حبيبنا قبل اليهود ونحن نغار على مقام موسى ومقام عيسى ونعتبرهم أنبياء لنا لأنهم هؤلاء يمثلون حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يزل موسى يراجع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يراجع ربه حتى حصل التخفيف هذا من آثار الأنبياء وكذلك من آثار الأنبياء في هذا الباب ما سيكون في آخر الزمان أن سيدنا عيسى سينزل إلى الأرض لكن ينزل لا ينزل رسولا ولا ينزل صاحب رسالة ولا صاحب كتاب وإنما ينزل مؤمنا بمحمد بن عبد الله وداعيا إلى كتاب الله محكما للشريعة الإسلامية فالإذن المسيح عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان وهذا ما نعتقده وتعتقده الأمة الإسلامية مجددا للدين وداعيا إلى القرآن وداعيا إلى الحكم بالشريعة الإسلامية وحاكما بكتاب الله وسلة رسول الله ننتقل إلى ما بعد الأنبياء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأولياء والتابعين في حياتهم البرزخية طبعا هي ليست خصوصيات ولكن كرمات تمنح كما قلت كما قلت لكم أن الحياة البرزخية ما نستطيع أن نكيفها بعقل ولا نستطيع أن نحكم على أصحابها بأمور معينة إنما نحن نثبت الأمور العامة الحياة الإدراك الإحساس التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر ثابت لكني ما أستطيع أن أقول لك أن هذا الولي يفعل كذا وهذا الولي يفعل كذا هذا ليس من خصائصنا وليس من ولا ينبغي لا ينبغي لنا أن ندخل في هذا الباب يعني حتى العوام عندما يعتقدون أن هذا الإمام أو هذا الولي في برزخي يصنع كذا وفي حياتي البرزخية يصنع كذا أنا يعني شخصيا لا أوافق على هذا لأنه هذه الحياة مجهولة نعتقد فضلهم وعلو درجتهم ورفعة رتبتهم وأنهم وأنهم وأن لهم كذا وكذا ولكن التفاصيل ما نحب ولا نرضى أن ندخل فيها ولا أن نسمع للعوام فيها مجال أو كلام لأن هنا كثير ما يتكلم الناس بما لا ينبغي بقي قبل أن تختم الكلمة أذكر لك واحد بيت أو بيتين الله مما ذكره الإمام بن حجر نعم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهي قصيدة هلامية المشهورة التي يقول في مطلعها تواترت الأدلة والنقول فما يذري المصنف ما يقول تواترت الأدلة والنقول فما يحسي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري كورد ليس يعروه الذبول اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك على هذه الوردة الجميلة التي نورت قلوبنا بعطرها الطيب الشزي الجميل تعرفنا من السيد محمد علوي الملك على هذه الوردة الجميلة في قبرها الشريف ولنا موعد ولقاء ووعد إن شاء الله أن يكون لنا لقاءات أخرى مع هذه الوردة الجميلة وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته إن شاء الله ومع مفهوم آخر والسيد محمد علوي الملكي